الاسم الثالث لإبليس هو الكذاب الآية المشهورة في إنجل يحن صح 8 عدد 44 يقول المسيح يكلم اليهودي يقولون أنتم من أب وهو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا ذاك كان قتالا للناس منذ البدء ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق ما تتكلم بالكذب لأنه الكذاب وأبو الكذاب يعني مش بيسمح أنه كذب في بعض الحالات فهون بيتكلم عن قداسة الله مقابل كذب الشيطان فييجي يضلل الناس ويخلط الحق بالباطل عن معرفة الله فالإنسان بدل ما يعمل علاقة مع الإله الحي الحقيقي يعمل علاقة معه حد تاني فتكون نتيجة يسبى الإنسان بعيد عن الله لأنه كذاب اشتركوا في القناة